صباح الخير مجددا أصدقائنا المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم لكل ياللي هلا أنضموا لرفقتنا كمان من جد تحياتنا الصباحية لألكم على أمل أنه ترافقونا بهيدا نهار المميز خميس الأسرار أو الخميس المقدس بيسرني وبيسعدني رحب الأب روكوس بوتروس لنحكي نحن وياه عنه نهار المميز خميس الأسرار أهلا وسهلا فيك يا أبونا أهلا فيك صحر مرسي كتير وخميس مبارك على الجميع يا رب خميس مبارك على الجميع أنا قلت بالمقدمة أنه هذا الخميس منزور فيه سبع كنائس هذا الخميس بغسل يسوع المسيح أرجل تلاميذه ويقبله هذا الخميس بيكون العشاء الأخير مع تلاميذه ويهوز الإسخر يوتي ببيعه بحفنة من الفدة قدين احنا عم ننبيع هلأ يا أبونا بحفنة من الفدة قبل ما نفوت بكلمة عاني هيدا العيد عم ننبيع برخيص كتير يعني بطلت حفنة من فدة بطلوا 30 فضاية صرنا ما قلنا قيمة ما فيه قيمة بقى للإنسان في لبنان مع الأسف وهذا الشي خلونا نصير هيك بالرغم من أنه نحنا إيماننا هو اللي دايما عم يخلصنا وتمسكنا بهذا البلد وتمسكنا أول شي بربنا وبالأرض هذا اللي بعدهم وقفنا على إجرينا وعم يخلينا دايما ننتصر على كل المأساة وعلى كل المهزلات اللي عم يحقولنا إياها يعني فما فيه خوف على اللبناني وما فيه خوف على الشعب اللبناني بس إيه إنه عم يبيعونا نبعنا وكترنا كمان وبالرخص مع الأسف رح نحكي نحنا وحضرتك أبونا اليوم عن معاني هيدا الخميس يلي نحنا بديان المسيحية بيعني لنا كتير أول شي فيه عدد تقاليد من أم فيها وفيه غير العدد والتقاليد هو خميس مميز مثل ما قالنا هلأ بتخبرنا عن كل إتابيته بس بالبداية نحنا منزور سبع كنائس بهيدا نهار ليش؟ زيارة الكنائس هي تقليد مثل ما تفضلتي وحكيتي عنه علا أنه أنا هود زيارات الكنائس عيشت مثلا بإيطاليا أو شي ما في منه وما في منه إلا بالكنيس المرونية ما بعرف الغير كنيس مشرقية فيه هيدا السبع كنيس نحنا عنا بلبنان منحب بخميس الأسرار نزور سبع كنائس يلي عايشينا بإذا بدك تقليد أنا وردت عن أمي وبي وردت عن الإيمان يلي وصلنا أنه بخميس الأسرار نعيش نزور هالكنائس بكل كنيسة بيكون مصمود الأربان منفوت منصلي منعيش ألام مع المرحلة الحلوة مع يسوع يسوع بليلة الخميس صلى انفرد وصلى صلى لتلميزه وهذا الشي نحنا بنحب كمان نعيشه عم نصلي مع يسوع ما عم نتركه وحيد عم نفوت نزور الأربان ومن كنيسة لكنيسة سبع كنيس أو أكتر كمان عوقت نعمل برميل كنيس اللي ما بتخلص مظبوط هلان بيقولوا سبع كنيس بس أنه مش هو العدد يعني اللي لازم في منهم بيمشوا بحزة فيرة هذا تقليد أدمن نحكي عنه للتقليد وأدمن برره بيضلوا تقليد ورتنا من جدودنا نعم أبونا خلينا نحكي عن معاني غسيل الأرجل كان يسوع المسيح فيه يقعد يحكيهم كلمتين حلوين ويقعد يقلهم أنا بحبكن وأنا إلى جنبكن وأنا وفي لألكن بدون ما يعمل كلها الجاست هايدي لا يغسلهم إجريهم ولا يطبي يقبل الأرجل تلميزه هذا الشي اللي صار شو بيعني؟ قمة المحبة التواضع صحر قمة محبة يسوع لتلميزه هي اللي وصلته يعلمهم كيف يكونوا محبين لبعضهم البعض كيف يكونوا أوفي لبعضهم البعض كيف يحترموا بعضهم البعض كيف يخدموا بعضهم البعض يلي بده يكون الكبير فيكن بده يكون خدمكن ويسوع المعلم هو الخادم هيدا الشي اللي اليوم بيخلينا نفكر نحنا بحياتنا الروحية ما انها القد متواضعين ما انها القد نحنا عم نقلد يسوع مش عم نخترع الشغلة يسوع اخترعها يسوع اذا بدك اكتشفه انه قمة التواضع خدمة اخوتك خدمة الاصغر قمة التواضع من انك انت تكون المعلم تصير بيناتهم الخادم تغسلهم اجريون وتبسلهم ايه ونحنا عم نقلدوا ليسوع لا اكتر ولا اقل شو فيه بقلبنا باي نفسية عم نعمل هيدا الجاست باي ذهنية الله بحضو بيعرف ونحنا بنعرف ابونا في فرق كتير كبير بين التكبر وبين تقدير الزيت يعني انا يمكن كون مقدرة زيتي شو عامل لوين واصل حضرتك تكون مقدر زيتك شو عامل لوين واصل معطيتك بالحياة سقفتك مائلة هناك بس في فرق كتير بين تقدير الزيت والمكابرة والتكبر قدين احنا شعب بنحمل هيدا السيما قدين احنا شعب بنحمل نواحي متكبر وما بيعجبنا العجب احيانا فعلا هيك او من ناقش على صغائر الامور او قدين نعمل شو اوف قدام الكل انه ليكو نحنا شو مهمين نحنا هيدا من وين جايبينا وشي الاقييمة هيدا جايبينا من كبرياء كل انسان كل انسان عنده شخصيته كل انسان عنده اذا بدك حياته الخاصة او حياته العلنية كل انسان بعيشه حسب معتقداته مش هيكي هلا ان احنا انا كمسيحي كمروني اليوم بهالعالم اللي فيه كتير من الصعوبات كتير من المشاكل صدقيني اوقات من فكر انه ما فيش محل حتى للكبرياء ما بقى في محل للكبرياء العالم اليوم مثل ما هذا ايه ايه اكيد الوضع يلي عم نعيشه يمكن اذا جعنا سنين لورا اقو نحنا مرون نحنا موارن نحنا لبنانيين نحنا 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 انت ما حدا انت انسان بكل بساطة رب نزلتك بهالعالم تتخلص نفسك اذا عرفت تتخلصها بتكون شاطر اذا عرفت عشت بفكرة انه الله شايفك دايما الله عيونه عليك دايما الله ايده معك دايما بس انت يا انسان كون اوي كون هالانسان المهزب المرتب المخلوق على صورة الله ومثاله وانه وارسل لهالعالم تحط يبيض وجربنا ما تكون هالانسان اللي بس توصال على الارض يا ارض اشتدي وما حدا قد ما تنسى اللي خلقك كرميل شو خلقك خلقك تتكون صورته بهيد الارض تتبين للعالم صورة الله الحلوة صورة الله المحبة الحنونة صورة الله الرؤوفة اللي بترحم صورة الله يلي بس تشوفها ما فيك إلا ما تنحنة ما فيك إلا ما تتذكر إنك بكل معنى الكلمة بأول يوم من الصوم نتذكرها إنك تراب وإلى التراب تعود إنك مشي يا إنسان من دون صورة الله اللي فيك يعني عن جد كلمك من ذهب يا أبونا لأنه لما بصير معنا أمور كتير بالحياة ومنفكر فيها ومنشوف كيف الآخر عم بعملنا بأية فوقية بأية أنانية عفوا على التعبير أحيانا بأية نجاسة منقول يا عامل واحد بينسى أنه هو ماشي هو جاي زيارة على هالأرض وفالل ونحن من التراب وإلى التراب يعني سنعود بدي أتوقف عنه العشاء الأخير مع التلاميس نعم وخيانة يهوزة الإسخريوتي يلي فعلا نحن هيد الخيانة بعدها بذكرتنا من نحن وصغار منربع عليها كيف راح واش واش وكيف غمس الخبز بزيت الصحن نحن قدي في ناس بيغمسوا الخبز بزيت صحن وبيكون في بيناتنا خبز وملح مثل ما بيقولوا وبيخنونا وبيبعونا بكلمة هيدا اللي صار مع يهوزة الإسخريوتي والسيد يسوع المسيح بالدين المسيحي شو عطانا أي عبرة بالحيات صحر هيدا الفكرة فكرة الخميس خميس الأسرار أنا بتعنيلي كتير لأنه أول شيء أنا كاهن واليوم هو عيد الكهنة تأسيس الإفخارستية بالعشاء السر يسوع أسس الإدديس أسس الإفخارستية نعم خزوا كله هذا هو جسدي خزوا شربوا هذا هو دمي دم العهد الجديد اصنعوا هذا لذكري تأسس الإدديس من وقته لليوم نحكي من ألفين سنة وأكتر ولليوم نحن عم نقدس عم نصنع هذا الشيء تحتى نذكر يلي ربنا عمله كرمالنا شو عمل ربنا كرمالنا تألم مات وقيم وقبر وقام قبر وقامة في اليوم الثالث من أجل مين تحتى يفرج أنه هو إله عظيم بيقدر يعمل هالأدى أعجوبة كبيرة لا تحتى يا إنسان يرجع لك سئتك بنفسك أنه أنت كمان مخلوق مش تتكون بس هالحفنة تطراب وترجع تطراب أنت مخلوق تحتى تكون للحياة الأبدية تحتى تورة الحياة الأبدية وهيدا الشيء اللي نحن نعمله بالإداس اصنعوا هذا لذكري كل مرة عم نحتفل بالزبيح الإلهية عم نتذكر كل مراحل يسوع على الأرض وخاصة هالصحن يلي هو رمزة يلي بيغط إيده من بعد اللي قمته من بعد هيدا هو اللي رح يخون تصوري كم إيد من بداية الخليقة لليوم انغطت بهايد الصحن من بعد إيد المسيح تصوري أنه هيدا الصحن أنا بسي تفكر هايك بيني وبين حيالي هيدا الصحن يمكن رمزة بس هيدا الصحن قطعة أرض هيدا الصحن دولة هيدا الصحن بلد هيدا الصحن عالم خلقه ربنا تعال الإنسان يعيش مع خيه الإنسان بكرامة وبسلاسة وبحب وبي إذا بدي كاكي بإحترام بإحترام كبير شو عملنا بالعالم شو عملنا ببلدنا هلتا نحكي بس عن بلدنا لبنان يلي هو صحن ولكن هو نقطة بهالعالم كم واحد بيغط إيده فيه للشر كم واحد بيغط إيده فيه تحتى ينتش منه كم واحد بيغط إيده فيه تحتى يأزي تحتى يضمر الشر وقت اللي غط إيده يهوزه كان ضامر الشر فيه شر براسه فيه لعبة عم يلعبه فيه حركة بده يعملها فيها بده تغير وجه التاريخ بس هو اللي عمله يسلم يسوع أي يسلم يسوع بس هو اللي عمله أبونا بيدل أنه طبيعة البشرية هي دجا شريرة يعني نحنا كبشر عنا طبيعة بشرية إنسانية تميل إلى الشر وقد لا تميل إلى الخير الشر أسهل له يعني يا ربنا ما خلقنا على صورته مثاله إذا طبيعة الإنسان هي الشر خيرك قالك لاك فوت على هالجنة فوت على هالشجر كولي اللي بدك اللي بدك يا نقل اللي بدك يا إلا هيدا الشجرة هيدا شجرة الخطيئة الخطيئة بتدمرك يا إنسان عرف إنه بتدمرك يا هو زك أنا عارف إنه هيدا الخطيئة بتدمره وبتدمر كتير أشخاص أراد إنه يجرب أراد إنه يعملها أراد إنه يفتعلها لها الخطيئة وهي دي الخطيئة افتعلها بإيرادته بإيرادته هو حر حريته ودته إنه يسلم يسوع ويغط إيده بهذا الصحن ويكون هالأد شرير لدرجة إنه سلمت إنسان للموت إنسان بريء خالي من أي خطيئة كم واحد اليوم بسلمنا كم واحد اليوم بمستعد يبيعنا كنت عام نحكي قبل شوي بأقل من ثلاثين من الفضة مستعدين الشر والأنانية والإنسان لما بيهيك بيصير فيه قدام عيون هايك مثل ستوب مثل عمى بيبطل شايف اللحاله والمصاري والجاه والمال والوعود الكازبة بيبطل شايف حقيقته يلي هي على صورة الله ومثاله إنسان بريء من الخطيئة الخطيئة بتاكلك بتعميلك قلبك بكل بساطة يعني تعمل بصيرة أبونا يهوزة لما سلم يسوع المسيح آخر شي راح شنق حاله نحن بهالبلاد هيك مثل حضرتك كنت عم تقول إنه إذا بدنا نحكي عن الصحان ما هو البلد صحان وعائلتنا صحان ومجتمعنا صحان لما بتفكر بالموضوع طيب ما نحن عم بيبعونا وما حدا عم بيشنق حاله وماشي حاله ومقلعين وعم بيخدوا علينا مصاري وكرمتنا صارت بالأرض ومعايشين نزل والهوين وماشي حالنا ما حدا عم ما حدا لأحد يحرك ساكنا إلى أين فينا نقول هون إلى أين يعني لأنهم راح يشرقوا حالهم ولأنهم راح يتوبوا قال لي ناخد مسؤولينا بهالبلد شو النهاية لوين رايحين مع الأسف هيدا بلد عايش المقاسة من دايما يعني بيقولوا ياريت نرجع للعصر الزهبي والله أنا بحيتي كلنا ما شفت عصر الزهبي خلقنا بالحرب بعد نتفت هجرنا أول مرة تهجرنا تاني مرة حوالنا نسافر هيك نحقق شوي ندروس نعمل شي بحياتنا شي مهم يمكن هذا هو العصر الزهبي اللي أنا ما عاشته بلبنان لا أتزل لا أتحكي سراح في عصول زهبية بلبنان بس أوقات كتير صغيرة إنه على شو ما نرجع على العصر الزهبي بلبنان على شو بالعصر الزهبي اللي كنتو حضرتكن بياتنا وإماتنا جدودنا وجداتنا يعني كانوا عايشين عصر الزهبي بلبنان لأنه ما كان فيه ماسماديا اليوم ما كان فيه تليفيزيونات ما كان عندك الواتس أب كل سنة تاني بيوصل لك خبرية ما كانت توصل الأخبار هل قد بسرعة كنا إيه هيدا عصر الزهبي ما كنت تعرف شي صح كانوا عطيناك حبة بنج ومكترين وهني كانوا عم يعملوا عم يشتروا عم يبيعوا عم يتاجروا عم يعملوا مصالحهم الخاصة أنت ما كنت عارف يا لبنان فما تسمي عصر الزهبي يلي هني كانوا عم يستفيدوا ويحضروه لك كل يلي أنت وصلت عليه كل يلي إحنا وصلنا عليه لأنه ما كنا عارفين شو كان عم تحضر لنا ولكن بس عارفنا وفتحنا أيوننا لا معلاش لا توخزونا اليوم نحنا عارفين عارفين حقيقتنا عارفين باللبنان شو عم يصير عارفين كم يهوزة فيه عارفين يلي نهب تعب أولادنا تعب أولادنا أكيد وتعب أمتنا وبياتنا وإخواتنا وعيالنا وتعبنا نحنا كمان أبونا بنهاية لقاءنا يلي أنا كنت مسرورة فيه جدا الله يخليك عن جد لأنه بتحكي من قلبك وبشفافية تيمة بخميس الغسل شو منقول لكل المشاهدين هاي الكلمة أخيرة بس الوصية الأخيرة يلي يسوع عطاها لأولاده أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم هاودي عطاها قلت لأولاده لرسله للناس يلي عن جد فيه محبة فيه طيبة بقلبهم هاودي يلي بدون يغير وجه العالم وعاد فكري أنه الظالم أحوي يهوزة فيه الآخرة يلي صار وصل وصل فيه ناس كتير طيبين بهذا البلد فيه ناس كتير بيخافوا ربهم فيه ناس كتير بيحترموا وجودهم بهذا البلد وبيعرفوا أنه هايدي أرض مقدسة ما حدا دق فيها إلا منال عقابه مين ما كان يكون ومعلاش الأيام يمكن عم تطول الأيام الزل وأيام القهر ولكن من بعد تالت يوم يسوع قام من بين الأموات وقدمت دوم هايدي الفترة في قيام إن شاء الله الله يسمع منك يا أبونا الأب روك وزبطر شكرا كتير لوجودك معنا مرسي إليك صحيح وأهلا وسهلا فيك وينعاد على الجميع وينعاد عليكم يا راب وينعاد عليك أبونا اذكرنا بصلاتك دائما أصدقاء أنا نحن الأمر نروح لبريك صغير ونعود لنتابع باقي فقراتنا